وفي إطار الزيارات الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة إلى ماليزيا عقد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في العاصمة الماليزية إكوال لنبور اليوم مع معالي الدكتور داتو سري أحمد زاهد حميد نائب رئيس وزراء ماليزيا وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك على أهمية الزيارة الناجحة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة إلى ماليزيا التي ستعزز العلاقات الثنائية وتفتح أفاق جديدة من التعاون الوطيد بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة أمم جنوب الشرق آسيا الأسيان والعمل على تطويره بما يعود بالخير والمنفع على الجانبين كما تم بحث مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم هذا وقد أقام نائب رئيس الوزراء المجلزية حفل غداء تكريما لمعالي سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر